موسيقى الرئيس السيسي يوجه بانشاء خمسمائة الف وحدةٍ سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات موسيقى رئيس اركان حرب القوات المسلحة يلتقي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية موسيقى وزيرة الصحة تستقبل السفير الصيني لدى مصر لبحث الخطوات المستقبلية لتوفير لقاح كورونا فور ثبوت فعليته موسيقى اجتمع الرئيس عبدالفتح السيسي امس برئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والاسكان ومستشار السيد الرئيس للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لمتابعة مخطط التطوير العمراني للمحافظات وحصر الاراضي الفضاء على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع وجه السيد الرئيس بانشاء خمسمائة الف وحدةٍ سكنية داخل المدن الكبرى وعواصم المحافظات على تلك الاراضي لصالح البرنامج القومي سكن لكل المصريين تلقى الرئيس عبدالفتح السيسي امس اتصالاً هاتفياً من ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية واكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الاسلامي لما يدعو اليه من نشر السلام والتسامح ونبض العنف وبين الاعمال الارهابية التي يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام واضاف سيادة الرئيس بان هناك ضرورةً للتركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للاديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية مؤكداً ان مصر ماضيةٌ في الضلوع بدورها في هذا الاطار استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول مؤشر مدراء المشتريات المصرية عن شهر اكتوبر وأوضح التقرير أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام كما أوضح التقرير أن الطلبات الجديدة شهدت أيضاً نمواً بمعدل أسرع في شهر اكتوبر وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد عن ست سنوات التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة جيمس هابي وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام وأكد الوزير البريطاني تطلع القوات المسلحة البريطانية إلى دعم أفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين هذا وقد حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة لزايد مساء أمس السفير الصيني لدى مصر لمناقشة سير العمل بالتجارب الإكلينيكية في مرحلاتها الثالثة للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجدة وأكدت الوزيرة أنه سيتم توفيره جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية فور ثبوت فعالياته للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثراً من الإصابة اشتركوا في القناة